الاسد الشاب اللي قدامنا ده الوقت ده السنة اللي فاتت اطلاقه عليه اسم سيكي يوتوب سبب الندوب اللي في ودنه اليمين لكن اسمه الحقيقي بقى هو اوليكيو او الناجي الوحيد يوم 2 يونيو سنة 2021 اللابو ادادة واللابو المو اخذة ريمبو كل واحدة فيهم بتولد 3 اجبال في قطيع اناس مرش لكن اجبال دادة كانوا اصغر بكم اسبوع من اجبال ريمبو وده علشان ريمبو خلفت اجبالها في نهاية شهر مايو المهم بقى ان اللابو ادادة دول اختاروا عريم في منطقة لوجا قريب جدا من بوابة مسيارة علشان يخبوا اجبالهم فيه وده تصرف طبيعي جدا اللابو ادادة بتعمله لما بتخلف علشان يحموا الاجبال اللي لسه مولودين من الاجبال الاكبر لان الاجبال الاكبر ممكن هم بيلعبوا معاهم يضربوهم ويقتلوهم من غير ما يحسوا وكمان علشان يبعدوهم عن اي خطر من الحيوانات المفترسة التانية زي الضباع والفهود والنمر المرقطة اللي ما هيصدقوا المحوم ويكلوهم وحتى كمان يحموهم من الفرائس اللي هتكون هي كمان عاوزة تخلص عليهم زي الجموس والافيال والزرفات عشان ما يجبروش ويبقوا تهديد عليهم وفعلا ده اللي حصل والجموس شمي ريحة الاجبال والقطيع بالكامل هجم على العارين وقتلوا اتنين من الستة اجبال واللا بوقتين قدروا يهربوا ويهربوا معاهم الاربع اجبال البقيين واخدوهم عند الاصف في مستنقع مسيارة الاتنين اللي ماتوا كانوا من اجبال دادة عشان حظها اسود ومهبب زي حظك صديق الانسان في الحياة والشبل الاخير اللي فضل على قيد الحياة وقتها للأسف اختفى وما تشافش تاني المهم بقى ان التلات اجبال البقيين ابناء ريمبو كانوا كلهم ذكور وواحد منهم كان على طول مع اللابو ادادة والكل وقتها افتكر ان الشبل ده يبقى ابنها ويقدر ينجو مع شبلين من اجبال ريمبو لانه كان على طول مع دادة وكمان كان اضغر في الحجم من الشبلين التانيين لكن بعد شهرين بالزبط المحمية قالت ان كل اجبال دادة التلاتة ماتوا والشبل اللي معاها يبقى ابن ريمبو برضو بس دادة والشبل اللي هيتعرف بعد كده باسمه أوليكو او الصغير اللي اتنين هيتربطوا مع بعض وهيتعلقوا ببعض جدا وبالمناسبة يمكن ده اللي هينقص حياة أوليكو او أوليكيو وهيخليه عايش لحد النهاردة في نهاية شهر مايو السنة اللي فاتت ريمبو بتحمل من تاني وبتكرر انها تنفصل عن باقي اعضاء لبقات مرشا علشان تشوف عرين تولد فيه ولسوق الحظ اتنين من أبنائها التلاتة الكبار اللي متعلقين بيها بيمشوا معاها وبيسيبوا القطيع هم كمان وللأسف الشبلين اتقتلوا على ايد السكان المحليين من قبائل المصاي مارة بمنطقة مسيارة ومنطقة الممر المزدودة وعادي خلاص جدا احنا تقريبا نتعودنا على الأخبار دي وللأسف ما بقناش بنتأثر بيها المهم انه قليكو فضل مع عميتو دادا ومع باقي ناس المرش ومراحش مع اخواتو وامو وقدر يعيش وينجل والحسن الحظ انه كبر ونضج وبقى أسد قوي وكمان شهر بس هيكون وصل لعمر ثلاث سنين وده معناه انه لازم يسيب القطيع النهاردة قبل بكرة وكل الخبراء في المحمية بيتوقعوله مستقبل باهر ومشرك ومستقبل كويس وعظيم وعن نفسي نفسي انه يدخل في تحالف مع حفيد يايا الأسد سنبل إن الاثنين في نفس العمر تقريبا